موسيقى نشرة رئيسة لأهم الأنباء أهلا بكم دمرت قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخا بلسين أطلقتهم لشي الحوث الإرهابية من محافظة الصعدة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان قال أن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراضي وتدمير الصاروخ الذي أطلق الاستهداف المناطق المدنية والأهل بالسكان في منطقة جازان ولم ينتج عن اعتراضي وتدمير الصاروخ أي إصابات وأضح العقيد المالكي أن أجمالية الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغت حتى الآن 198 صاروخا أحرز الجيش الوطني تقدم الميداني في جفة حرض عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية مصادر ميدانية قالت أن قوات جيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة حررت وادي وفجة حرض والقرى المجاورة لهما وأهمها قرية الشليلة أخر قرى حرض من الجهة الجنوبية وأضافت المصادر أن قوات الجيش سيطرت على مساحة تتجاوز 12 كيلومترا مربعا ابتداء من وادي زغلول في حرض حتى منطقة الحصنين التي تبعد جنوبا على المثلة عهم بثلاثة كيلومترا وذكر المصدر أن قوات الجيش في حرض تقترب من الاتحام بالقوات المرابطة في مديرية حيران وفي البيضاء لقي 18 عنصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في مواجهة مع قوات الجيش الوطني في مديرية الملاجم وذكر مصدر ميداني أن المواجهات نشبت بين الجانبين عقب محاولة تسلل الميليشيا على مواقع أو إلى مواقع تحت سيطرة الجيش في منطقة فتحة وأشار المصدر إلى أن من بين القتلى ثلاثة قيادات ميدانية فيما أصيب آخرون من عناصر الميليشيا ولذ آخرون بالفرار مسرح العمليات القتالية يشير بوضوح إلى استمرار الجيش الوطني والتحالف في عمليات تقطيع أوصال الميليشيا الحوثية وقطع خطوط إمدادها وشرايينها الرئيسة في عدة جبهات استراتيجية إلى التفاصيل تتمزق أوصال الحوثين وتتقطع خطوط الإمداد الرئيسة التي تربط الميليشيا ببعضها في سلسلة السيطرة الحوثية على بقية المحافظات على نحو يهدد استمرار سيطرتها ويمهد في الوقت نفسه لانهيارات كبيرة ونوعية في صفوفها على مختلف الجبهات تبدو قوات الجيش الوطني ماضية في خطة تقطيع وصال ميليشيا الحوثي الانقلابية وقد حققت خطتها نجاحات كبيرة كان آخرها فصل الحديدة عن صنعاب السيطرة على الخط الرئيس الرابط بينهما في منطقة قوس النصر وقرب كيلو ستة عشر وهي السيطرة التي عزلت الميليشيا في الحديدة عن محافظتي الدمار وريمة وقبلها كانت القوات الشرعية قد سيطرت على مديرية حيث الواقعة على الخط الرئيس الذي يربط الحديدة بتاعز وإب شمالا تمكنت قوات الجيش الوطني أيضا من فصل محافظة حج عن صعدة التي تعد المركز الرئيس ومع قلاقيات الجماعة وذلك بسيطرة قوات الجيش الوطني على الخط الرئيس الرابط بينهما والواقع في الملاحظ ومديرية الظاهرة التابعة لصعدة في حين تقترب قوات الجيش من السيطرة الكاملة على مثلث عاهم والذي سيعني فصل حراض عن مركز المحافظة وقطع خط الإمداد الوحيد لمليشيا داخل حراض وبسيطرة قوات الجيش على مديرية حيران تكون قد نجحت في فصل حج عن الحديدة إذ أن الخط الرابط بينهما بات تحت سيطرة الشرعية كما أن محافظة الصعدة باتت مفصولة المحافظة الجوف من خلال سيطرة قوات الجيش على منطقتي اليتم والبقع والذي يقع فيهما الخط الرابط بين المحافظتين من الواضح أن تقدم قوات الشرعية صوب منطقة برط الواقعة بين محافظتي الجوف وعمران يهدف للوصول لمنطقة حرف سفيان الذي يقع فيها الخط الرئيس الرابط بين السعدة وصنعاه أحبطت قوات أمنية في محافظة الجوف تهريبة كمية كبيرة من المواد المستخدمة لتزويد الصواريخ الحرارية وبطاريات خاصة بالطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوتية الانقلابية وقال قائد كتيبة الحزام الأمني غربي المحافظة الرائد ناجي عوام المحبوبي أن القوات ضبطت نحو ثلاثين صندوقا بلاستيكيا تحوي بطاريات مزودة للصواريخ الحرارية وأخرى خاصة بالطائرات المسيرة كانت على متن عربة في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيا أكد العميد عبد فرحان سالم رئيس اللجنة الرئاسية في تعز استمرار اللجنة في مهامها لتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم التوجيهات الأساسية والملحة للدفع باستكمال عمليات التحرير وقال فرحان في تصريح لقناة يمن شباب أن اللجنة لن تتوقف عن تأدية مهامها إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في رد على إجراء السلطة المحلية بإنهاء مهام اللجنة اللجنة الرئاسية ما زالت تقوم بأدوار كثيرة وقد قامت بأهم الإنجازات وهذه وضحناها في البيان الصحفي اللجنة الرئاسية كلفت من قبل الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يمكن أن تتوقف إلا بقرار من الأخ رئيس الجمهورية لهذا هي مستمرة وهي أيضا تعد للتحرير من الآن بهذا يكون الاستمرار يوميا في حل قضايا عالقة ما زالت داخل محافظة تعز وشكرا أقامت شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز الملتقى الثالث لقيادات التوجيه المعنوي في مختلف الألوية والقطاعات والجبهات وذلك في سياق خطة الإعداد والتحضير لاستكمال عملية التحرير وأشدد أركان محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي خلال اللقاء على أهمية دور التوجيه المعنوي في مواجهة الميليشيات الانقلابية والشائعات في معركة استعادة الوطن وأكد العميد المجيدي أن الجيش الوطني يرفض الإشاعات المغرضة التي يطلقها البعض وتتحدث عن وصفه بالميليشيا أو التبعية للأحزاب وقال نحن حزب الوطن ودرعه الحصين ولن نسمح لأحد أي تجرى على قوات المرابطة في الجبهات ومن جهته أشار مستشار قائد المحور العميد عبد فرحان سالم إلى الدور المحوري للتوجيه المعنوي في رفع الروح المعنوية لضباط وأفراد الجيش الوطني والتي تمثل عاملا حاسما في تحقيق النصر في المعركة مع العدو وعلى صعيد متصل أعلن حزب الإصلاح في محافظة تعز رفضه استغلال الأحداث في المحافظة لتنفيذ أنجندة خاصة وإثارة مزيد من التوترات وتمييع الحقائق وأكد الحزب في بيان رفضه أيضا الاحتداء أو التحريض على أي من مؤسسات ورموز الدولة أو مدنية كانت أو عسكرية وجاء بيان الحزب معلقا فيه على الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة المجلية بمدينة تعز والتوتر الذي حدث بين جنود من الجيش الوطني وأفراد من حراسة المحافظ وأدان حزب الإصلاح استغلال بعض الأطراف لأوجاع المدينة والأحداث فيها بصورة سلبية داعيا للابتعاد عن تأزيم الأمور وبث الإحباط وليأس لدى السكان لا سيما بعد الإنجازات الكبيرة والملموسة التي حققتها اللجلة الرئاسية والسلطة المحلية أخيرة وقال إننا ننتظر نتائج التحقيق من قبل اللجلة المكلفة من محافظة أمين محمود خلال اجتماع الأخير للجلة الأمنية للنظر في الملابسات التي جرت في المجلية وعلى الضوء ذلك يكون الموقف مناسب وأشدد الإصلاح على ضرورة الإسراع في استكمال التحقيق وبيان الحقيقة داعيا إلى مزيد من التلاحم ومناقشة القضايا بشفافية وحرص على مصلحة تعز ووحدة صف الشرعية ضد الإنقلابيين وتفوت الفرصة على الميليشيات علق الصحفي والناشط في المحافظات الجنوبية عبد الرقيبة الهدياني على حادثة اغتيال أحد نشطاء وكوادر حزب التجمع اليمني الإصلاح في عدن وقال الهدياني ليمن شباب أن العملية تأتي في إطار مسلسل مستمر الإغتيالات التي تطال لون سياسيا واحدا وهو اللون المناهض لمشروع الانفصال مشيرا إلى أن هناك حملات تحريض ممنهجة تقوم بها وسائل إعلام الإمارات ومسؤولون إماراتيون ووسائل إعلام محلية وشخصيات فيما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقال إن النشطة في الإصلاح على أو علي الدعوسي الذي اغتيل اليوم كان قائد الميداني في جبهة عدن والأحج وأبيان في مواجهات مع ميليشي التمرد الحوثي وعندما انتهت تحرير عاد إلى عدن اعتقادا بأن الدولة قد تثبت أو تثبتت الأمن وبسطت سيطرتها على جميع مناطق المحافظة وأضف الهدياني أن من اختال الدعوسي هو من اعتقل القيادية في إصلاح أبيان واعتبر أننا أمام استهداف الشرعية وينبغي عدم السكوت والاكتفاء بالبيانات إزاء هذه الأعمال التي تستهدف وجود الشرعية وحزب الإصلاح الرافض للملشنة داعيا الإصلاح إلى رفع صوته والتحدث عما يجري لكوادره وأضاف الصحفي عبد الرقيب بقوله اليوم هناك نزوح جماعي لقيادات وكوادر حزب الإصلاح من عدن وعلى الحزب رفع صوته وعدم انتظار القادم المجهول انتهت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة عهودا من العنصرية والتمييز العرقي ووضعت حدا للحكم الإمامي الكهنوتي البغيض الذي قام على أساس تقسيم الناس إلى طبقات وتسخير الشعب لخدمة سلالة إجرامية امتدادا للنهج الفارسي القديم ستظل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر تاريخا لميلاد شعب عظيم انتفض كالمارد من القمقم رافضا كل قيود الإمامة وعنصريتها ليدشن بذلك اليمنيون عهدا جديدا بعد أن خاضوا نظالا طويلا وقدموا تضحيات جسيمة في درب الثورة والجمهورية شارك في انتصارها وترسيخ نظامها كل فئات الشعب وفي طليعتها الحركة الوطنية اليمنية التي قدمت خيرة من أنجبتهم اليمن الثورة التي من أنبل أهدافها وأسماها إقامة حكم جمهوري يقوم على العدالة والمساواة في توزيع الثروة وتولي الوظائف العامة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين دون تمييز بينهم على أي أساس عرقي أو مذهبي أو مناطقي لقد أسقط الثورة سبتمبر التمييز العنصري الذي فرضته الإمامة على المجتمع ومنحت الحكم والثروة سلالة بعينها وتعاملت مع كل أبناء الشعب مجرد رعايا وعبيد يسخرونهم لخدمتهم وحماية مصالحهم إن الشعب اليمني الحر لن يقبل بالإماميين الجدد على ما هدموا من مساكن ومساجد وعلى ما استباحوا فيه من حرمات وما أهانوا فيه الناس وانتهكوا حرماتهم وبيوتهم وما قتلوا فيه من طهر الأرواح وسفكوا أزكى الدماء ولن يقبل بحياة منقوصة الحق والعدل الشعب الذي أسقط أوائلهم في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة سيسكط المتأخرين منهم في زمن صارت فيه العقول مكشوفة والنوايا المستبطنة مقرؤة بفعل العلم والتكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والإعلام الحر والحديث ولن يعود الشعب إلى عهد السادة والعبيد فالشعب وسيد نفسه وسيرفض كل خرافات التفوق العرقي ونظرية التمييز الاجتماعي وهو القادر على اختيار من يحكمه وينتزع حقوقه كاملة غير منقوصة وإن الجميع أمام القانون سواء لأنهم ينتمون إلى هذه الأرض سواء بسواء وإلى محافظة المهرة حيث عادت التوترات تفرض نفسها على خلفية الوجود العسكري للتحالف في ظل بخاوفة متزايدة مع استمراري تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عبر سواحل المحافظة المهرة من جديد لكن هذه المرة بوطيرة وإصرار عاليين من الطرفين تعود الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل أشهر احتجاجا على ما سمي بالتدخل السعودي الإماراتي في السيادة توصل السعودية والإمارات الحضور عسكريا بقواتها أو عبر إنشاء قوات محلية تابعة لها كل ذلك يجري وأكثر ودور الحكومة الشرعية غائب إلا من زيارتين الأولى لهذا الذي افتتح بمعيات السفير السعودي مشاريع سعودية والثانية للدكتور طاهر العقيل رئيس هيئة أركان الجيش اليمني في ظل حضور وتحركات المحافظة المعين من قبل هادي راجح باكوريت يد التحالف الذي يراه المحتجون طرفا منحازا للتحالف على حساب قضيتهم يكرس المحافظ باكوريت جهوده لإنشاء لواء عسكري داخل مدينة الغيظة تشير المعلومات إلى أن قرابة 500 جندي من عدة محافظات وصلوا إلى القصر الجمهوري بالغيظة بطلب وتواصل من المحافظ خلال الأشهر القليلة الماضية حيث سيتم إنشاء لواء حماية وتدخل سريع في المحافظة والدفعة الثانية ستكون بنفس العدد ليبلغ إجمالي المجندين نحو ألف جندي يعملون تحت إمرة المحافظة باكوريت مباشرة وبدعم وتمويل إماراتي المعلومات تشير لأنه إلى جانب الإعداد البشري هناك شحونات كبيرة من أسلحة نوعية وآليات عسكرية ستصل من أبوظبي إلى المهرة دعما لهذا اللواء المستحدث قبل أيام أعلن التحالف العربي عن تعرض إحدى طائراته العمودية التابعة للقوات البرية الملاكية السعودية لخلل فني تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده سقطت الطائرة حسب ناطق التحالف أثناء قيامها بمهامها في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة مهمة جديدة للتحالف العربي ومفردة جديدة إلى جانب مفردات مكافحة الإرهاب واستعادة الشرعية هناك أيضا مكافحة للتهريب التهريب لا يقل أهمية وخطر بالنسبة للسعودية التي تسقط الصواريخ الإيرانية على أراضيها باستمرار الصواريخ التي تقول السعودية أنها ترسل للحوثين من حليفتهم إيران عبر شبكات التهريب وطرقها في السواحل الشرقية المحاذية لعمان الشقيقة هكذا إذن تفسر السعودية والتحالف عموما الحضور العسكرية في المهرة من أجل مكافحة تهريب الممنوعات وفي مقدمتها السلاح إيران غير أن الأصوات الأخرى تشير إلى معلومات تدحض تبريرات السعودية والإمارات فالحضور بهذا الحجم العسكري وهذا الاهتمام في محافظة لم تدخلها حرب الانقلابيين ولم تسيطر عليها أي من جماعات العنف الإرهابية وهي أبعد منطقة عن صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يفسر إلا حقيقة السعيل إيجاد بدائلة لنقل نفط السعودية وتصديره عبر موانئ المهرة خاصة بعد أن تزايدت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز والتعرض بعض ناقلات النفط التابعة لها في البحر الأحمر لهجمات الحوثيين الذين يهددون بإغلاق مضيق باب المندب أمام حركة الملاحة الدولية بين دعوات الاحتجاج لرفض التدخل السعودي الإماراتي ورفض تحويل سواحل المحافظة إلى معسكرات سعودية وبين مبررات مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين يجري التصعد في المهرة في ظل حضور باهت لدور الحكومة الشرعية وغموض يفسر حقيقة التواجد العسكري للتحالف في البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية هذا وأعلن مسؤول محلي في محافظة المهرة التوصل إلى اتفاق بشأن معسكر القوات السعودية في مديرية المسيلة وقال مدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي أنه تم الاتفاق بشأن معسكر التحالف المستحدث في منطقة العيس بين سلطتي والتحالف والأهالي وحل الإشكال القائم وحرر ذلك في محضر رسمي ودعا الدحيمي خلال لقاء موسع بمديرية المسيلة أهالي المديرية للتكاتف والتعاون الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم جهود السلطة في هذا الجانب وأعرب المسؤول المحلي عن أسفه الشديد لمظاهر احتشاد مجامعة مسلحة من خارج المديرية للإساءة لها والدعوة إلى اعتصام فيها تحت مبررات وهية ومبطنة تضر بالنسيج الاجتماعي حد قوله واحتج العشرات من الأهالي في مديرية المسيلة تنديدا بإقامة معسكر القوات السعودية في منطقتهم وأقالوا أنه يشكل تهديدا لمصالحهم كونه يقع في مناطق صيد ورعي أطلع رئيس الوزراء أحمد عبيد من دغر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ولجلة الاقتصادية للحد من تدهر العملة والاقتصاد الوطني وقدم بندغر خلال لقاء مع الفريق محسن تقريرا حول أداء الحكومة وجهود أعضائها في تطبيع الأوضاع والتخفيف من معاناتهم جراء انقلاب مليشيا الحوثي الإيراني وشدد الفريق محسن على ضرورة تضافر جهود القيادة السياسية والحكومة الشرعية والأجنة الاقتصادية والبنوك الوطنية ورؤوس الأموال ورجال الأعمال بما من شأن التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية وتجاوز الأزمة المالية الحالية قال السكرتير الصحفي لوكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جعفر بلفاس إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء بخصوص منع دخول قاطرات النفط إلى مدن ساحل حضرموت جاءت كرد عملين على المركزية المفرطة التي تتخذها سلطات المحافظة بمدينة المكلة والتي تسببت بوقف امدادات المشتقات للوادي والصحراء وترتب على ذلك زيادة في الأسعار وانعدام التموين في المحطات وأوضح بالفاس في مداخلة على قناة يمن شباب إنه بعد أن استنفدت السلطة المحلية بالوادي كل الإجراءات النظامية لجأت إلى هذا الخيار للضغط الذي يهدف للحصول على حصة مدن الوادي من النفط وأشار بالفاس إلى أن تفاصيل هذه الأزمة تعود إلى وقت بداية تحرير المكلة حيث اتخذت السلطات المحلية بالمكلة قرارا بمنع فرع الشركة بوادي حضرموت من استيراد حاجياته من المشتقات النفطية عبر الميناء وتم اعتماد شركة النفط في الساحل لتزويد مدن حضرموت الوادي بكميات قليلة لا تفي بمتطلبات السوق والاستهلاك المحلي وفي خبارنا الأخير أكد مدير مكتب شركة الغاز بتاعز بلال القميري بأن أسعار الغاز ثابتة ولا زيادة فيها موضحا أن ما حدث من نقص في استوانات الغاز سببه أزمة الديزل التي عرقلت وصول القواطر المحملة بالغاز إلى المدينة وأكد القميري أن مشكلة الديزل للقواطر المحملة بالغاز على وشك اللمسات الأخيرة لحلها وأنه خلال اليومين القادمين ستمتلأ مدينة التعز بالغاز وطمن القميري جميع المواطنين إلا أن الشركة لديها أكثر من حلول لإصال مادة الغاز وبنفس الأسعار السابقة دون زيادة أي ريال واحد وطالب القميري من جميع المواطنين إبلاغ الشركة ومن دوبيها عن أي معارض غاز أغلقت أبوابها أو رفضت البيع أو رفعت أي مبلغ مالي في سعر الغاز لأتم التعامل قانونيا مع تلك المعارض وأن الشركة لن تسمح بالتلاعب بأسعار الغاز أو إصطناع أي أزمات من قبل وكلاء الغاز وأنها ستضطر لسحب التراخيص منهم وإغلاق المعارض بالشمع الأحمر وفتح نقاط بيع مباشرة للجمهور ختام النشرة دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر